اهلا بكم في قناة مساء الاخبار بالفيديو ده هنتكلم عن الابراج الاكثر تشاقما ومصدر للطاقة السلبية في عام 2021 ودي دراسة خاصة بالابراج بنعرف ايه سبب التشاقم وليه هم مصدر للطاقة السلبية وممكن كمان نعرف ايه الحل علشان نقدر نحل المشكلة دي مع الناس دي وايه سبب تشاقمهم اصلا لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معنا في القناة ما تنساش تضغط على زر الاشتراك الاحمر اه وتفعل جرس التنبيهات علشان تتابعنا في كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها عن الابراج والتوقعات والاخبار المهمة حوالين العالم العربي والعالم بشكل عام اه ولو انت مشترك معنا من الاول ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي بتحب النوعية دي من الفيديوهات وطبعا قبل ما نبدأ دي مجرد دراسات في علم الفلك تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ فاخد الموضوع على انه مجرد تسلية او تقدروا تقولوا فضول اه علشان كده لان التنبؤات والحاجات دي يعني طبعا محدش بيتنبأ لان الغيب لا يعلمه الا الله وحده والكلام في المواضيع دي حرام فاحنا بناخد الموضوع على انه مجرد دراسات في علم الفلك وتحليلات وعن طريقها بنحل الموضوع وبنقول النتائج بتاعته فالنهار دا هنتكلم عن دراسة بتتكلم عن الابراج الاكثر تشاومة ومصدر للطاقة السلبية خاصة في عام 2021 فطبعا لان الابراج بتؤدي دور بارز في الكشف عن طباع وشخصية غالبية الاشخاص ففيه ابراج بتوميل للتفاقل والاجابية في التفكير وابراج تانية بيغلب عليها الطابع التشاوم والابراج دي لا يكتصر تأثيرها السلبي على الشخص التشاومي بس ممكن كمان ان هو يولي الطاقة السلبية وينشر مناخ تشاومي بيأثر على حواليه فبالتالي بيحسسهم بالإحباط وعدم الراحة هنبدأ برج برج ونشوف ايه الحل اللي ممكن نتعامل معا مع شخص بيحس بالتشاوم او برجه تشاومي وازاي نعرف نهدي الموضوع عنده شوي اول برج معانا هو برج الميزان برج الميزان من المواريد 23.09 ل22.10 23 سبتمبر او ايلول ل22 اكتوبر او تشرين الاول بيحتل مولود الميزان الصدارة في الابراج التشاومي والمصدر الاول للطاقة السلبية وده بسبب لان الميزان من الابراج الهوائية ده بيخليه في حالة مودية يعني في حالة مزاجية تلاقيه كويس في حالات وفي حالات تانية تلاقيه حاسس بالإحباط ومتقلب ومتدايق وخصوصا انسة الميزان دايما بتشتكي ومن الصعب انها ترضى بواقعها حتى لو كان كويس مولودة الميزان عندها شعور دايما مرافقها بانها عمرها ما حد بيقدر اي حاجة هي بتعملها بتكرس حياتها في انها ترأي بالاخرين وبتوزع طاقة سلبية حوالين الناس اللي معاه خصوصا لو تم انتقادها او حد غلطها في اي حاجة هي دايما شايفة نفسها هي الصح وانها عمرها ما بتغلط طب ايه الحل في موضوع المرأة الميزان وخصوصا لو متزوجة او مخطوبة انت تتعامل معها ازاي اول حاجة لو عملت حاجة بسيطة ممكن بالنسبة لك لا تستحق التقدير او الشكر اشكرها عليه اي حاجة تعملها حتى لو بسيطة اشكرها عليها ممكن يكون متعب بالنسبة لك بس ده هيبقى مردي فيما بعد لان هي هتحس ساعتها ان انت مقدرها فهتتبسط لان هما دايما بيحسوا ان هما بيعملوا حاجات كتير لكن محدش بياخد باله من اللي هي بتعمله طب ليه هي دايما حاسة بالاحباط او ليه بترأي بالاخرين او بتتدايق بسبب حاجة معينة برج الميزان دايما بيحب التميز بيحب يكون احسن واحد في اي حاجة وبيغير لما يشوف حد احسن منه في حاجة فبيبتدي يحس بالاحباط ويحس بالكسل يقول لا انا مهما هعمل مش هوصل للمستوى اللي وصل فيه فلان فده بيخليه عنده احباط وعنده طاقة سلبية بينشرها على كل الناس اللي حاولي انه محدش هيقدر يوصل للمستوى ده فالحل مع الموضوع ده ان انت تشجع وتقول لا انت تقدر بشوية مجهود وبشوية شطرة من عندك ان انت توصل للمستوى ده لان بجد مولود الميزان فيه حاجة كده برضه انه هو بيحب يوصل لهدفه ولما بيوصل له بيتبسط جدا ويبقى عنده طاقة ايجابية عكس السلبية اللي كانت جواه من الاول ده بالنسبة للميزان بورج الجدي ده من تاني الابراج الاكثر تشاؤمية بيحتل لمولود الجدي المرتبة التانية في الاوراج التشاؤمية كونه بيعيش الحياة بشكل جاد وصارم وعقلاني فمولود الجدي برضه متقلم المزاج شوية تلاقيه مبتسم وشوية تلاقيه داخل في حالة اكتاب لانه بيفكر كتير بيفكر كتير في بكرة وبيقلق بانه يواجه الصعوبات المادية او حتى الصحية ده بيخليه دايما متشائم وبيخش في اجواء اكتاب كتير اضافة انه هو بتوقع عشاء معينة من الاشخاص خصوصا القريبين منه ولما بيلاقيهاش بيتصدم عشان كده دايما تلاقيه متضايق او زعلام فحاوله بقدر الامكان خصوصا مولود برج الجدي في التعامل معاه لما يكون متوقع منك حاجة ما تصدموش لانه بيحط ثقتك بيحط ثقته كلها فيك وتوقع منك حاجة معينة فبلاش تصدمه اما بالنسبة لو لو انت سمعني لو اي حد من مولود برج الجدي سمعني حاول انك ترمي اتكالك كله على ربنا لان مهما البشر هيعمله مش هتقدر تعمل حاجة غير المكتوب لكن بمجهود منك واتكال على الله ان شاء الله هتوصل على انت عايزه واسيب كل حاجة عليه وهو قادر ان هو يحللك مشاكلك وحياتك بالنسبة للبرج اللي بعد كده هو برج العزراء من موليد برج العزراء يندرج في المرتبة التالتة من الابراج اللي بتتسم بالتقلبات المزاجية الكتيرة والسريعة ده ناتج عن بحثهم الدائم عن الكمال وسعيهم لان يكون كل شيء على اكمل وجه وده بيخلي عنده تفكير تشاؤمي من تحليله الدائم للامور والبحث وراء التفاصيل وانه عايز يعمل كل حاجة عشان يحقق هدفه ولو ما تحققش بالطريق اللي هو عايزها او متخيلها او بيحلم بيه يبتدي يتشاؤم ويكره الموضوع وما يكملش علشان كده دايما بتمتع البرج ده بنزعة تشاؤمية وسلبية بسبب عدم قدرته للوصول الكمال وتزمره الدائم من الامور اللي ما بتعجبوش او تردين فالحل مع البرج ده فانك تتعامل معاه بانه لما يكون متضايق سيبه بس شوية يهدى وبعد كده بتدي تكلم معاه وحاول معاه ونشوف الموضوع يتحل ازاي وانه ما فيش حاجة كاملة للاخر لكن في حاجة اسمها وجهات نظر ممكن تكون وجهة نظرك في الكمال هي كذا لكن ممكن وجهة نظر تانية تساعدك في انك تحقق الكمال ده بسرعة او باخرى لكن مفيش حاجة توصل صح 100% البرج اللي بعد كده برج السرطان من موليد 226 227 22 حزيران او يونيو 22 تموز او يوليو يعد مولود برج السرطان برضو من الابراج التشاؤمية اللي بتوميل للحزن والنكت وخصوصا امرأة السرطان تحس انها دايما مكتئبة نظرا لحساسيتها يعني هي بتكتئب لانها حساسة جدا لو اي حد زعلها او تكلمها بطريقة مش كويسة ببتدي تزعل وممكن ما تتكلمش او تغضب تلاقي خدت جنب كده الوحدية كده واكتئبت فها تميل الى النكد وعدم الاقتناع بوقع حتى لو كان مردي هي دايما امرأة السرطان بتحب انها تكون احسن في كل حاجة على عكس رجل السرطان رجل السرطان عملي شخص عملي بيفكر دايما في حياته المهنية بالرغم من خف الضل وروحه المرحة لكن شوية كده ممكن تلاقي قاعد كده في ركن الوحده حزين في معظم الاوقات يعني تحس ان هو بره البيت حاجة وجوه البيت حاجة تانية خصوصا الرجل السرطان طبعا اللي سمعني يفاهم اللي انا بقول عليه دا كويس برج العقرب من 24 10 21 11 24 31 او اكتوبر 21 22 او نوفمبر يعتبر العقرب من الابراج التشاؤمية وده بيرجع لتضخيم الامور البسيطة وتخيل العواقب سيئة ممكن ممكن ما تحصلش لكنه بتشاؤم وتوقع السيء فالشخصة دي تبتدي تهديها وتقول الموضوع بسيط ومش محتاج كل التخيلات والعواقب اللي انت بتتخيلها دي اما عن برج الحوت من 19 اتنين لعشرين تلاتة او شباط او فبراير لغاية عشرين ازار او مارس اخر هو اخر برج معنا من الابراج التشاؤمية هو برج الحوت لان مولود الحوت بيعيش حياة اكتئاب دايما وده بيرجع بسبب خيال المتشاؤم الامر ده بيخليه يعيش حالة غريبة من الحزن ممكن لدرجة وهو فرحان فجأة يحزن او يدايق فده بينشر قدر من الطاقة السلبية على ما نحاوله ده مالوش علاج للأسف لكن بالرغم من جده بيطلع من الحالة دي بسرعي عشان كده هو في المرتبة الاخيرة منقدرش ان هو تشاؤمي اوي للدرجة لانه الحالة دي مش بيفضل فيها على طول او لفترة طويلة دي كان الفيديو بتاع النهاردة اتكلمنا فيه عن الابراج التشاؤمية وازاي نتعامل معاها اتمنى يكون الفيديو عجبكم والموضوع عجبكم شكرا على استماعكم ومشاهدتكم للفيديو للآخر ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا وشيروا لايك وتستلونا في الجديد دايما من قناة مساء الأخبر شكرا واشوفكم بخير ان شاء الله